بحث رئيسه الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق بشكل عام وأقليم كردستان خصوصا ونقل بيان لرئاسة الجمهورية تأكيد رشيد ضرورة استمرار المشاورات واللقاءات واعتماد الحوار بين الحكومتين الاتحادية والكردستانية لحل بقية المسائل العالقة مثمنا الجهود التي أسهمت في التواصل إلى حل مناسب لمسألة تخصيص رواتب موظفي الأقليم والحصول على تفاهبات حول تصدير نفط كردستان وأنعكاس ذلك إيجابيا على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد بدورها أوضح طالباني وفقا للبيان ضرورة تغليب مصالح المواطنين على المصالح الحزبية مشيرا إلى أن الاتحاد الوطني يدعم إجراء انتخابات الأقليم ويحرص على مشاركة القوى السياسية الكردية كافة وضمان حقها في الممارسة الانتخابية